بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ونحن في شهر رمضان أول ما بنسمع كلمة رمضان بيجي في بلنا على طول القرآن الكريم ليه القرآن الكريم لأن رمضان شهر القرآن الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فأول ما بنسمع رمضان بنسمع شهر القرآن كلنا بنجي في رمضان وبنجري على كلام ربنا سبحانه وتعالى وبنمسك المصحف وكل واحد عاوز يكون ليه كل يوم ورد من القرآن الكريم لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أن شهر رمضان شهر القرآن ويجي حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا المدومة على القرآن يقول كده الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة الله يعني وانت صايم كده ومسك مصحفك وانت في المواصلات وانت في بيتك وانت بتعلم أولادك وانت مع زوجتك وانت في المسجد مع أصدقائك سيدنا النبي بقولك القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة وأحديث تانية كتير بتقولك إن الآية اللي هتقرأها دي هتجي تشفع لك يوم القيامة وسيدنا النبي بقول صلى الله عليه وآله من قرأ حرفا من كتاب الله نتقولش أنا هأرأت إيه هاختم مرة اتنين تلاتة ولكن قول من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف عوز كنت في شهر رمضان تركز مع القرآن تركز مع كلام ربنا سبحانه وتعالى لأن القرآن رفعة للناس في الدنيا والآخرة جعله الله جل وعلا مأدبة لعباده المسلمين جعله ربنا سبحانه وتعالى مأدبة لعباده الصائمين فهلموا إلى مأدبة الله سبحانه وتعالى نقرأ القرآن في رمضان وربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بكلامه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم